هو مش هيعود غياب طرق حامد مية في المية طبعا مية في المية لأن إمام هو ربنا ما بديش الإمكانيات لكريم غير الكابتن عمر غير كريم كل واحد بيديله ميزة طرق حامد عنده المميزات الدفاعية أكتر بكتير من إمام عشور لكن إمام عشور بحف يدفع بس ميزة طرق لكن عنده ميزة إن هو اللي الكابتن عمر بتكلم عنها حلقة الرابط ما بين المدفعين والمهاجمين هو اللعيب للكرة الوحيد اللي موجود في نص الملعب اللي يقدر ينقلك الهجمة عشان كده تلاقي دايما المدفعين بيدوروا على إمام عشور بيعرف يستلم ويسلم تحت الضغط الرؤية بتاعته كويسة ما شاء الله مع الزمالك كمان مع فرقة الزمالك البدني كويس جدا يعني لو اتفرجنا على مباراة الناد الأهلي لما تلعبت طويلة من شيكبالة من ناحية اليمين لإمام عشور اللي استلمها وجدت في العرضة كانت ديئة تسعين انت الراجل دا بلعب جنب أشرف رؤى في نص الملعب في ديئة تسعين بيوصل لآخر نقطة في الملعب ويستلم كويس ويسددها فانت النهاردة عندهم ميزات كترة جدا بدانين وقف على رجله كويس ما شاء الله بيسلم ويستلم زي ما قلت لك هو حلقة الربط هو كمان بشوف هو الديفندر اللي ممكن بيقدها كويس زي السلية من فترة بوكس تا بوكس اللي هو دايما تلاقي جاي من نص الملعب ويكمل وبعد ما بيخلص الهجمة تلاقيه بيرتد على طول خلي بالك ممكن تكمل كويس جدا لكن تعلق قدامه ومترجعش خلاص انا عملت اللي مش قادر ارجع لكن امام بيعمله كويس اللي ارتداد بيعمله كويس فانا شايفه من اهم اللعبات في الزمالك في الفترة دي صحيح فضل عبدالمرط شخصية شخصية لعب بك رايت أجاد ومحسكش ان هو غريب عن المكان يسدد برجل اتنين بس هي الفكرة بقى انت هتوصلني الغاية فين انت عايزني الغاية فين لو كريم ايدني في كل حاجة انا هزود لو انت هتلعبني واحدة بواحدة هبقى موجود ولو احتاجتني خلاص انا اقدر اعمل ده يعني انا قلتلك من المكاسب الخاصة لمنطقة بمصر شخصية امام عشور هو شخصية لعيب كرة مش بيخاف اللي كنت بشوفه في الحاجات دي زمانه كان كريم عصره في الحاجات دي شوقي وهو في المصر كان كده وهو في الناد الاهلي كان كده اعرف اجيب دماغي واعرف هسدد اقدر اعمل حتة دفاعية بتاعت حسن عبدالربو ولا احمد حسن اقدر اعمل ثلاثة اربع بس مقدر اعمل ثلاثة اربع بس مقدر اعمل المية في المية صحية اضف لك على ده كمان بقى حاجة عجبان يعوفي امام عشور تطور في الشخصية امام كان برضو هو لسه صغير مشاكل ودي احنا قلنا كلنا انه هتأثر على مشواره بس المواقف اللي عمل معوليد سيدمان في المبارة الاخيرة تصريحاته لما بيطلع يتكلم بكلامه هادي ومحترم انت بتكتسب من المواقف اللي انت عملتها ايه الخبرات خبرات رزانت تقل اللعب بيوصلك لده ولا اللعب بيوصلك للانفلات الانفعالي لا بالعكس انا وصلت الان اتقلت وخدت استحسان الناس كلها ما روحت الوليد تدوبت الموضوع في سوين كنا دايما خبت العمر وانا فاكر يمكن فاكتر من حلقة بتكلم وبنجيب بصير تمام عشور كنت دايما بنتقده في حاجة واحدة العقلية لان وارد انت تبقى كويس في الوقت ده وارد ان مهرتك كلاعب تبقى كويس لكن العقلية مش تستمر فمن واضح اللي هو نضج لكن نتمنى الاستمرار استمرار مستوى ده طبيعي جدا خلي بالك لازم تحافظ عليك فترة لكن اهم من اللي انت في المستوى هو العقلية لازم تحافظ عليك